بسم الله وصلاة 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 ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخفر اللهم لأبي وأمي وموت المسلمين أجمعين إزايكم يا رب تكونوا بخير كل عام وانتم بخير النهاردة 21 رمضان وبنبدأ نجهز بقى للتجهزات بتاعة العيد سبحان الله شهر رمضان بيكري معانا جالي عشان الفيديو ما يكونش طويل يلا حبيبي نبدأ نشوف الروتين المناسب ان احنا نجهز البيت للعيد في الوقت نفسه نتقوم حافظين ان يكون عندنا وقت ومستريحين بدنيا عشان نقدر ما يكون من الليل بالليل الليل الواترية ما تفوتناش وطبعا احنا الموضوع ده ما فيهوش تنشيل دي الليلة الواترية ولا الليلة زوجية لان الله اعلم الحسابات بتاعة الفلاهين دي مظبوطة ولا لأ فحنا لازم نكون ايه بركزين كده شوية يلا نفضأ على طول الفيديو بتاعنا اول حاجة هنعملها احنا هنعمل بخاخة بخاخة ديات بخاخة بتاعة النظافة البخاخة ديات هتساعدك جدا جدا وتوسح هنا عليك شغل البيت والتنف البخاخة ديات هتكون المكونات بتاعتها عبارة عن كربوناتو ملح اللمون والخل احنا عارفين الكربوناتو ملح اللمون ما بيتحطه مع بعض ومعيهم الخل بيعملوا تفاعل قوي جدا جدا فما ما ينفعش ان انا اعملهم في الازازة او العبوة بتاعة البخاخة لان في الغالب هتتسد فلا ازعملهم في طبق بره الاول وبعد كده اصف فيهم بمصفة ضيئة علشان اضمن الثلاسة بتاعة العبوة ديات وان هي متتسدش معي كل شوية والديني العبوة دي انا هستخدمها في تنظيف التلاجة بتعاكمها واستخدمها في تنظيف الحواد واستخدمها في تنظيف السيراميك ولو عندي بقع على الخشط البخاخة ديات من الحاجات اللي بتساهل عليك كتير جدا 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 وتوفر عليك وقت ومجهود هتكون جراءة يمين معي في الرحلة بتاعة التنظيف بتاعتي هي وداني حاجة معي المناديل المبللة بتعمل نفس الفكرة وهتوفر عليك وقت كمان ومجهود وسعرها مناسب وتكرت كمان وقاموا بك كنت اون تلاك فيديو وان مناديل المبللة ان شاء الله تشوفوه تبقى ، هذه للغاية بين الأدمية أول عملي أخر من الأيه؟ ثاني حاجة ان انا لازم ان ازبا ارا بع headquarters افكاري وهقيست كتير بعد الدولار وهؤلاء بسكت فألم في ان الأدوات به عن الزفاد الزقاة البخاخة المبللة لور米ج الامل الإيش تكون امامتها الجرمس اي حاجة لنا بستخدمها في التنظيف الى نظام فالحاجات دي jurisdkية تركضبي خطص بكها يعني لو عندي الكسوة بتاعة انتريه ستاير سجديد الحاجة التي انت شايفة انها لازم حتما انها تتعمل يبقى هبدأ بالحاجة ديت هذه نقطة الحاجة التانية هبدأ بالامكان البعيدة عن الايد والبعيدة عن الخطوات يعني حاجة بعيدة عن التعامل اليومي بتاعي ده يكون اوضا مش بندخلها كثير الصالون عندي مقفور مكان ما يكونش فيه هري كثير لو عندك لفنجروم او صالة هي اللي انت قاعدين فيها على طول بتقضيفها وعظم يبقى المكان ديت هيكون اخر ركان يتعمل طيب بدأنا بالحاجات اللي بتاخد وقت زي كسبة الانتريه الستاير السجديد والحاجات دي غير من هي بتاخد وقت في التنظيف بتاعها فهي برضو بتاخد وقت طويل رب الله رب خدر الله ما يبان عليها ان هي محتاجة تنظيف فكده هتفضل لاخر الوقت بقاية يوم العيد بينك انها لسه معمولة حالة حلو كده هبدأ بقى اشوف انا هعملها لوحدة ولا حد هيساعدني لو انا هبعدها المحلة تنظيف يبقى لازم من النهاردة تبدأ اتوديها المحلة التنظيف عشان تم تدورك لان بالتأكيد في ناس كتير واخدين عن دراي كلين او التنترلز ما اقضين وقت فلازم هيخلصوا الحاجة دي تمام كده بالنسبة للستاير لو انا هعمل للستاير هنضافها في البنت منازل الستاير بتاعتي ما نفضها كويس وبعد كده بحطها دورة شطف الاول وبعد كده بخسلها فكده بتاخد مني نضافة غير عادية ودورة شطف بعدها بحس ان الاستطارة فعلا ندفض لو انا مش هقدر اعمل كده يبقى بالبخيخة بتاعت المضافة اللي احنا قلنا عليها بعد ما نفض السجادة كويس اقصد الاستطارة كويس من اي طراب موجودة عليها ان انا بحط على البقع اللي بينا في الاستطارة بعمل بالبخيخة ديت ودعكها دحكة بسيطة هتلاقي خلاص مفيش حاجة وخاصة ان البخيخة ديت مش منحتاج بعديها ان احنا نشطف لان هي ما فيهاش مادة صابونية او ما فيهاش حاجة راغية او هتسيب لون احنا هبطين حاجات اصلا خل كربونات ومنح لمون مش بيعملوا اي بقعة او بيسيبوا اي اثر ليهم لما نستخدمهم تمام كده ده بالنسبة للستيب برق استطارة كمان لو عندك استطارة اللي هي فيها برق اعضية بالفرشة بتاعت المتنسش فوت التراب اللي عليها وهتلاقيها بقت زي الفل ما فيهاش اي حاجة خالص وكده تقدري ايه نخلص بان بتاع الستين بالنسبة للسجاد لو سجاد كبير او مش هينفع انه هو يضغسد نظاف السجاد على الناشف الخلطة نفس الخلطة بتاعت الخل وملح اللمون والكربوناتو ولو حقنا مع حبة مسحوق برسيل جيل او اريال جيل بتديك نظافة حلوة جدا 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 للبقعة طيب فيه حاجة كمان منظف الزجاج نفسه بينظف البقعة اللي في السجاجية حلو قوي وعام تجربة وتلك الموضوع دوت اكتر من مرة فيه حاجة كمان الفرشة اللمامة الفرشة اللي هي بتاعت اللي بتشيل الوبر او شعر على السجاد الفرشة دي بتعمل فرق جدا جدا لو استخدمتيها لان فيه بيوت بيكون فيها بانوتيت كتير كده فبتلاقي الشعر بتاعهم والحيوانات الوبارية بقى الدباديب وخلافه بيسيبوا بقع بيسيبوا شعر و حاجات كده لما بتنظفيها بالفرشة ديت من على السجادة بتحس من السجادة انها بتتنفس ولونها وشكلها الحلو البدع يطلع حاجة كمان ان الكنس بالمقاشة العادية المقاشة العادية التقليدية خالص بيعلي الوبارة بتاعت السجالة وبيخليها شكلها فيه لمعة حلوة غير المكنسة على طول حتى لو انت بلتيها بس حبة مية صغيرين بخل وبما ان احنا فوقت بتاع تطهير وكلام من ده في حبة مية بخل ممكن زرة صغيرة كولور في المية تتداوي بحلو وبعد كده نعمل بها برضو هتتتيجي نتيجة ولعمها حلوة قوي قوي بالنسبة للكسوة بتاعت الانترية فخلطات البقع المعروفة كول لها هتمشي معاك عادي لو انت حالت ان انت مش هتخطيها تتغسل في الغسالة تمام كده يبقى احنا كده عملنا التلات حاجات اللي هما التلات اكبر تلات حاجات عندك في البيت طيب بالنسبة للخشب الخشب بتاع البيت كله عموما اذا كان انترية صفرة قوضة نوم فالخشب دوت احنا ممكن البيتش لا يوجد أسهل منه لو مش هتعمل البيتش يبقى فيه عندك خلطة تنظيف الخشب اللي هي بتربق عبارة عن زيت زاتون وخل وبنرجوهم كويس بنرش وبنعمل بس لازم يبقى المكان لا يوجد طراب الأول أساسي لا يوجد طراب ثانيا يكون نسبة زيت الزيت الزيتون كيلا قوي عشان ما بتعمليش حاجة اصلا تلم وطراب احنا عرفين الزيت تلم وطراب ونصيحة بصراحة ان هذه بلدج افضل وفيه انواع تانية تقليد بلدج بتلمع الخشب معاك كويس جدا ولو انت عندك الخشب معمول اسمه ايه اللي هو مش مدهون دوت اللي هو الخشب الطبيعي وجبت ازازة سيبرتو احمر وجربت هتلاقيها بتدي نتيجة معاك حلوة جدا بس يكون في مكان مداري عشان تتأكد ان ده وقت ينفع ان هو يتعمل بالشكل ده تمام كده نشوف ايه معنا بعد كده الحوائط بقى وما ادراكم ما الحوائط بزيت البيت اللي فيه الوان وشغبطة على الحطان اكتر حاجة بتنفع في بقع الحوائط معجون الاسنان والله العظيم معجون الاسنان ده سحر فعلا في البقع والشغبطة بتاعت الاقلام على الحوائط تمام وحاجة بعد كده اللي هي نفس الفكرة بتاعت ملمع الزجاج والبخيخة بتاعت فعندك الثلاث حاجات دول بيطلقوا البقع من الحوائط بشكل سريع جدا جدا وفعال بس خدي بالك ان فيه انواع دهنات بتبقى خفيفتيجة دوبك تعملي كده عليها تلاقيها طلعت معاكي فخدي بالك الاول وجربي في مكان حتى لو كان ورا كورسي او ورا تراويزة وما يكونش فيه بقع جربي الاول ده كده بالنسبة للحوائط بالنسبة بقى للسيراميك بتاع المطبخ لا تصدقوا اني قدرا كده البخيخة اللي احنا عملينها بتاعت التعقيم بتاعت الكولور والمية انا لقيت بالصدفة يعني كنت بنظف السيراميك فلقيتها هي اللقصادي فبجرب لقتها فعالة بشكل غير عادي سأقولها لكم اخيرة عند انضيف الحوائط جربوا الفكرة دية اللي هي المساحة وهنلف عليها سلك او فوطة وهما الاتنين ممكن نسبتهم باستيك او بالنك تربطيهم برباط وتنظفي بيهم اعلى الحوائط لو احنا حطين سلك وحطينا اي مادة منظفة اي بريل فيري اي حاجة هنقدر نجيب بيهم الحيطة كلها من فوق لتحت بتكلم عن سيراميك المطبخ او الحمام بمنتهى السهولة من غير متوطي وتشبي والحاجات ديت هتوفر عليك كتير وبعديها بفوطة مبلولة برضو معصورة كويس وهنمسى هتبقى معاك زي الفل فكرة حلوة ومضمونة ومتجربة العيد يا جماعة فرحة وسعادة يعني كفية الظروف اللي احنا فيها وكميتك كئابة والاكتئاب اللي الحمد لله والشكر لله ان رمضان يكون من غير صلاة الترويح من غير نسمع المشايخ وطول الحرم فالشوالع اصلا شكلها الحمد لله والشكر لله فما تهلكيش نفسك اوي حاول انك تفرح اولادك وتنبسط بالموجود وبالمتاح انا ممكن الامي البيت كله في يوم واحد بس وكله هيبقى تمام انا استخدم البخاخة انا استخدم الميادين المنظفة الميادين قصد المبللة هستخدم الحاجات البسيطة المتاحة مش لازم اهلك نفسي واشتغل وطعب وكده اللي خاصة احنا قاعدين مفيش زيارات مفيش حاجات كتير فالوضع على مو عليه كمان احنا لسه عاملين حاملة تنظيف قبل رمضان فخلي الامور كده تبقى بسيطة وسالسة ان شاء الله يكون عيد سعيد عليكم يكون روتين بسيط تعمليه طب انا اقدر اعمل الحاجات ديت ازاي اقدر ان انا كل يوم اخذ نص ساعة او ساعة ازود عليها الحاجات بتاعتي لشغل العادي يعني مثلا لو انا كل يوم عندي شغل صبح برنامج صباحي او بعد المغرب او بعد الصحور برنامج مساء بلمي في المطبخ واي كركبة تانية في البيت فاخذ معاهم نص ساعة او ساعة مرة واحدة او نصين ازبط فيهم حاجة زيادة هنزل النهاردة هتأكد من البوع اللي في السجاجين اذا كانت انت كنت بقى اهدار في بيت فهتعملي سلم البيت بحيث ان الامور تبقى ماشية سالسة وبسيطة بقي عندك تسع ايام اثبطي معاهم الحاجات ديت متنسيش 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 ده دي قيلولة اللي ما بين العصر والضهر علشان تقدري تقيم الليل وتصلي وتدعي ربنا وهقولك على حاجة تانية مهمة جدا 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 إنما الاعمال وبالنيات قبل ما تعمل حاجات ديت تبقى نيتك خير نيتك تخيل الصرور على اهل بيتك نبقى نيتك حسن التباعه يبقى نيتك ان الله جميل يحب الجمال يبقى نيتك ان النظافة الطهور شطر الايمان استحسني النية وربنا سبحانه وتعالى هيجعل كل حاجة عليك وهو علي هين هتكون هينة ولطيفة وخفيفة هتقدر تعمليها وانتي مستريحة كل سنة وانتو طيبين معلش انا عندي كلام كتير وعند عجل كتير عايز اقولها لكم بس انا هحاول ان الفيديو يكون قصير وشوف الفيديو بتاع السنة اللي فاتت بامر اللي يكون مفيد بالنسبة لكم هسيب لكم لينك الفيديو بتاع روتين تنظيف قبل العيد بتاع السنة اللي فاتت وهسيب لكم اللينك بتاع فيديو البخاخة واقصد منظف الزجاج والمناديل مبللة وكل عام وانتم بخير ما تنسوناش من صالح دعاقكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة حماد ونادي كل الستان